هعمل دلوقتي خضار مشوي بالسويا سوس المكونات بتنجان مشوي جزر طماطم مشويين بودر التوم سويا سوس زعتر ناشف وتوم هعمل درسنج يعني اعتقد ان الموضوع ان انا اشوي بقى الخضار بقى سهل ونجيب طاصة الجريل نحط عليها شوية زيت نحط لا نحط على الخضار الزيت ما نحط زيت على طاصة الجريل ليه علشان هتعمل دخان كتير قوي ومش هتسوي فهنحط الزيت على الخضار نفسه وبعد كده نحط الخضار على الطاصة الجريل هده يقول شوكة او فص طوم معلقة من الطوم الباودر طبعا لو في شوية يبقى شوي الخضار على الشوية يبقى احسن لو ما فيش شوية الطاصة الجريل لو ما فيش الطاصة الجريل برضو الطاصة العادية تنفع ما فيش اي مشكلة وهياخد الصوية صوص طبعا ما نحطش عليه ملح عشان الملح لو تحط احنا كده هنعمله بالصوية صوص فلو حطينا ملح هيبقى حادق ولو حطينا ملح واحنا بنشويه هينشف الخضار فدايما نخلي الملح خفيف قلب بقى كويس قوي قوي مش هنحط ملح وايه زي ما هو كده بس ممكن نحط بقى عندي دورة حلوة وبقى دونس اخد بقى الدراسنج واوزعه على الخضار وحضراتكم بقى بتعملوا الطبخة دي حطوا الدراسنج والخضار لسه طالع سخن من على النار عشان ايه ما هو سخن يشرب التدبيلة احسن منه هو كده شوية بقى دونس واي خضار موجود بقى لو فيه كوسة تنفع لو فيه بصل اي خضار ممكن يتشوي